اهلا بكم الى المساء تتقدم القوات اليمنية بمساندة التحالف العربي في اليمن بثبات لتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح تقدم ميداني تشهده مدينة تعز احد اهم فصوله حاليا حيث اكدت الحكومة ان قوات الشرعية ماضية في خطتها لتحرير تلك المدينة الاستراتيجية الانجاز العسكري هذا يواكبه تنسيق لجهود الاغاثة على اعلى المستويات فاجتماع في الرياض يخرج بآليات تنسيق مشتركة بين المنظمات الاغاثية بدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة العليا للاغاثة في اليمن لضمان وصول المساعدات للمحتاجين في مختلف مناطق البلاد وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا في المساء معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن طيار متقاعد محمد القبيبان ومعنا من دبي الناشط السياسي اليمني الاستاذ لطفي شطارة اما انتم مشاهدين يمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا نرحب ضيفي وابدأ معك اللواء محمد اهلا بك الاسكاينيوز عربية اهمية التقدم الذي تحرزه قوات التحالف والجيش الوطني اليمني في جبهات تعز حتى هذه اللحظة السلام عليكم ومساء الخير عليكم على السادة المشاهدين واحييك واحيي ضيفك الاستاذ لطفي سيدي تسمح لي بس في اقل من 15 ثاني اني بس اتعليك بسيط عما تم اليوم في المملكة العربية السعودية في نجران بالتحديد انه بعد صلاة المغرب تم استهداف احد المساجد وهذا العمل استمرار وللأسف العمل الاجرامي الذين يقومون به هذه الجماعات المجرمة التي تستخدم بيوت الله والتي تستخدم اماكن العبادة ودور العبادة لتنفيذ جرائمها وانما تدل على ضعفها الفكري وعلى نفسها الخبيثة ولكن ان شاء الله وباذن الله ستحصلهم ايدي العدالة وباذن الله ستتم مطاردتهم من اولهم الى اخرهم وباذن الله تتحقق كلمة خادم مولاي خادم الحرمين الشريفين بان هؤلاء سوف يقدمون الى العدالة فما ودي اطول اكثر من كذا ولكن بالاستفسار الاجابة على سؤال حضرت كنت سالتني على همية التقدم في جبهات تعز مدعومة قوات الجيش الوطني والمقاومة بالتحالف طبعا في الاونة الاخيرة احنا لو نظرنا استراتيجين خلينا بس نركز على تعز اللي هو يتكلم على سؤال حضرك تعز الآن نوعا ما كانها تستعصي وهي في الواقع لا يوجد هناك استعصاء بالشكل المطلوب ولكن الاسف اللي ما يدور للمدنيين العزل من السلاح القوات العسكرية بدأت بالتخطيط وانا اشوف هذا التخطيط السليم الذي هو تنتهجه الآن في مجمل حركات العسكرية تتخذ الغرب الى الشرق الهجوم مع بعض المحاولات من جهة الشرق لجذب الطرف الآخر للحوثي وصالح حتى يتم هناك تفكيكهم او فتح جبهات بسيطة على محافظة تعز فهذا التقدم ماذا نعزوه اليه نعزوه اليه كما ذكرت في حضرتك في بداية التقرير اللي هو على التنسيق القوات الآن متواجدة على الارض القوات الآن عززت وجودها القوات الآن بدأت وعملت الدراسات اللازمة لطبيعة التضاريس ولطبيعة تواجد العدو نفسه سيد فيصل ترى أنا أسمع زعاج هنا نعم نحن نسمعك بوضوح اللواء دعني أنتقل بهذه النقطة التي أشرت إليها إلى سيد لطفي ورحب به ولكن سيد لطفي هذا التقدم إلى أي درجة يسهم في تخفيف حدة الخناق الذي يمارسه الحوثيون منذ أشهر على هذه المدينة أنا أعتقد أن الإنجاز الذي تحقق أولاً لقوات التحالف والقوات المقاومة القنوبية في القنوب وتحرير مدينة عدن وبعض المحافظات القنوبية أسمى بشكل كبير إلى محاصرة الحوتيين في مناطق مثل تعز ومناطق مثل البيضاء ورداء ومع الأيام ازدادت أيضاً الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف تأخذ مقرأة بشكل عسكري وتنسيقي أدت في البداية إلى تحرير مضيق باب المندب وهو الطريق الذي يقطع ما بين عدن وميناء المخى ومن تم اليومين الماضيين استطاع التحالف أيضاً وفقاً لهذه الاستراتيجية العسكرية التي تفضل فيها وتحدث عنها أن يغلق الطريق ما بين الحديدة والمخى بما معنى أنه صار المنفذ الوحيد البحري الذي كان يتلقى من الحوتيين الأسلحة عبرها المنفذ المخى صار مغلقاً أمام أي تعزيزات لهذه القوى وبالتالي اليوم نسمعنا أن القوات التحالف بدأت تعزز آليتها البحرية أو سطولها البحري أمام شواطئ ميناء المخى لإغلاق هذا المفذ ومحاصرة الحوتيين داخل مدينة تعز ولكن دعني أقول أن الحوتيين عندما يقصفون اليوم تعز بهذه البشاعة نتذكر نفس السيناريو الذي مارسوه في عدن في آخر فترة بقاءهم في عدن عندما كانوا ينتحرون داخل عدن كانوا يقصفوا بالكاتيوشا مناطق حياة سكنية وشفنا البشاعة التي تعرضت لها تعز تعرضت لها عدن من قبل وبالتالي هذه البشاعة الحوثية أو جماعة أنصار علي عبدالله صالح تعكس مدى إنهاكهم مدى قنونهم مدى هستيريتهم في استهداف المديني لأنهم أصبحوا محاصرين وسينتهوا كما أنتهوا في عدن سينتهوا أيضاً في تعز قريباً إن شاء الله طيب يعني هذه النقطة اقتراب بوارج التحالف من المخى اللواء محمد كيف سينعكس أولاً ما هو الأهمية الاستراتيجية لإقتراب هذه البوارج البحرية من ميناء المخى وكيف سينعكس على سير المعارك في تعز تحديداً؟ سام، في الأهمية الاستراتيجية في شيء يسمى في العلم العسكري اللي هو النيران، الكثافة النيرانية الآن الكثافة النيرانية هي ترى تلعب دور كبير في حسم المعارك البسيطة التي تتم على منطقة العمليات أو في مسرح الحرب بشكله لذلك لها من الأهمية الاستراتيجية أولاً القذف للنيران، زي ما أنت شايف وطوال فترة الحرب القوات الجوية قائمة بعملها وتكثيف القصف على تعز والآن دخلت القوات البحرية اليوم بإطلاق بعض القذائف من جهة البحر وأيضاً تقدم قوات المقاومة والجيش الوطني هذا كله يضع قوة الحوثي وصالح تحت ضغط مستمر بأن هناك تحد من حركاتهم وتحد حتى من اقتناص الأهداف العسكرية لذلك أهم يستخدمون أسلوب المتمرد الحرب الغير نظامية الذي يقوم على ضرب المدنيين ودائماً أنا أكرر النقطة الإرهابي أو المتمرد أو الذي يقوم بالحروب الغير نظامية يستخدم المدنيين كدرع بشري للتأثير على المستوى السياسي للحرب ولكن بالإجابة على السؤال بأن هذا إضافة نارية قوية وأيضاً هذا يعطي تعزيز برضو إلى أن القوات تتحرك دائماً تكلمون الأخوان هنا أنا أسمعهم وأنا برضو تكلمت على النقطة دي الشريط الغربي من امتداد جنوب باب المندب حتى تتجه شمالاً إلى الحديدة وما بعدها من الموانع هذا الآن إهي المخرج الوحيد الذي أراه أن تتوجه القوات من هناك وتبدأ فتحة جبهة وجبهتين وثلاثة من جهة الغرب لأنه لن يستطيع ليش لا توجد لديه الأسلحة التي تصل لهو المدى العملياتي التي تصل إلى بعيد الدقة المطلوبة لذلك هذا هو أفضل وما يقام به في الآونة الأخيرة وانت زي ما ذكرت في بداية التكرير تحركات وفي نوع من الانتصارات ما قامت به قوات التحالف في الآونة الأخيرة ألا وهو استخدام الجهة الغربية من تعز والحديدة والمخاء للهجوم وإطلاق النيران فهذا يعطي زخم كبير للمعركة وأيضاً يصب في إن شاء الله صالح القوات التحالف طيب سيد لطفي هذا الإنجاز العسكري يواكبه تنسيق لجهود الإغاثة اجتماع في الرياض في مقر الأمان العامة لمجلس التعاون جمع جميع المنظمات الإغاثية في المنطقة خاصة في دول الخليج أهمية أيضاً التحرك على المسار الإنساني في منطقة أعلنت بأنها منكوبة بدون شك لعبت الإغاثة دوراً أساسياً طبعاً في المناطق المحرّة ولكن للأسف الشديد لقنة الإغاثة التي كانت مشكلة من الحكومة لم تكن بذلك الكفاءة التي تستطيع أن تقدم في مناطق كثيرة مثل في عدن في لاحق في أبيان في الضالع ظلت من مناتب تعاني حتى قاء الهلال الأحمر الإماراتي صراحةً وبكل شكعان أقولها أن الإماراتيين بدلوا جهد وقاموا هم بأنفسهم بعملية التوزيع الإغاثي تركوا المنظمات الأهلية التي كانت تتبع لبعض الأحزاب الإسلامية وتركوا وقاموا هم بأنفسهم بهذا التوزيع أنا أتمنى أن قوات التحالف تأخذ التقربة الإماراتية مغارف التوزيع في عدن وبعض المناطق في الجنوب بعد تحريرها تبدأ بها في مسألة ما يخص تعيز بعد التحرير إن شاء الله قريباً حتى لا تقع هذه أيضاً بضيئة هذه المنظمات وتتبع تر قهود الإغاثة ويعاني الناس أكثر بعد التحرير مما كانوا قابل للتحرير طيب اللواء محمد كيف يمكن التوفيق في ظل مساعي لتقدم عسكري في مناطق يعني هناك أو يتواجد فيها عدد كبير من السكان وأيضاً هي تعاني أصلاً من الناحية الإنسانية كيف يمكن التوفيق بين الجانبين مسار عسكري يتقدم وأيضاً وصول المساعدات الإنسانية سؤال وجيه يعني هذا هو اللي يعانيه الشعب اليمني الآن يعني الجهود ليست فقط في العمليات الإنسانية ترى يقوم بها سواء قوات التحالف أو المنظمات الحكومية والغير حكومية لدعم الشعب اليمني هذا يأتي دور المجتمع الدولي المجتمع العالمي الوزير الأصبيحة أو المصبح معالي الوزير يتكلم دائماً في كل منتدى وفي كل اجتماع عن الوضع الإنساني في اليمن أمانة سيدي أنه في ظل استخدام الحوثي للمؤان والأغذية والأدوية لصالح الشخصي هذا ترى يصعب المهمة على قوات التحالف والمنظومة بأكملها للعمل حتى في أيام الهدنة يعني الهدنة الآن أنا أتوقع أنه حتى لو طلبوا هدنة أو طلبوا كافة الأطراف المتصارع طلبت هدنة لن يتوقف لأن هذا يعتبره قوة ضغط على السياسيين وعلى المجتمع الدولي بأنه لازم توقفون الحرب وتوقفون ما يسميه بأنه هناك هجوم عليه لذلك الإجابة على السؤال صعبة جداً الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يفعله الجيش المقاومة أو القوات المقاومة والجيش الوطني ألا وهو استخدام الأساليب التي يستخدمها نفس الحوثي اللي هي التسلل التسلل لن تستطيع طبعاً تعطي أدوية ولن تستطيع تعطي إغاثة ولن ولكن أسلوب التسلل سوف ينجح يعني شفت في بداية الأخبار السابقة طال عمرك تكلموا على أنه وصلوا إلى القصر الجمهوري وإلى موقع آخر بأسلوب التسلل هذا أسلوب التسلل سوف ينجح مع الحوثي لذلك هو نوع من أنواع التكتيكات العسكرية إذا كان هذا متحصن في الجبال وفيه هنا شعب يعاني فليس هناك طريقة مباشرة إلا بتضافر الجهود الدولية والتركيز ورفع الأخوان اليمنيين أنا بصراحة أقدرهم وحتى السعودين نقطة أخيرة لا أود أن أشتركي إنجازات الأخوان يسر لأنه إشادتهم بالموقف لقوات التحالف وقوات الإمارات خاصة بتقديم المعونات الإنسانية هذا يجب أن يصل إلى العالم لأن هذا العالم الآن يوقف الحرب للسلام لدعم الشعوب التي فعلا تحتاج إلى الدعم أنا كان عندي فيها تغطية أكثر ولكن لضيق الوقت نعم حتى نستغل وقت هذا اللقاء عفوا المقاطعة لواء محمد لكن أود أن نشرك أيضا أستاذ لطفي في هذا الجانب تحديدا لماذا لم يكن هناك تفعيل لدور اللجنة العليا للإغاثة التي شكلت من قبل موثلين أو وزراء في الحكومة اليمنية حتى هذه اللحظة وأهمية تفعيل هذا الدور لتنسيق جهود العمل لإيصال هذه المساعدات إلى هذه المناطق سيد لطفي يا سيدي دعني أكون صريحا في هذا الجانب نحن أكثر الناس انتقادا لللجنة التي شكلتها الحكومة وسوء دارتها أنا أحد الشخصيا الذي طلبت أن أذهب في أثناء النزوح اللاقيين إلى جبوتي لمساعدة اللاقيين أنك تطوع لكن لا تجد أحد يجيب عليك أحد ذكرت في إطار حكومي هذا عمل إنساني يجب أن تشارك فيه الجميع نحن في وضع استثنائي ليس في وضع استقرار لا توجد أنك دولة على الأرض الآن يجب الجميع أن يشارك منظمات المجتمع المدني الحزاب السياسية الناشطون السياسيين لكن للأسف الشديد العمل الروتيني التقليدي الحكومي الذي ظل مسيطرة على نفس الحكومة الموجودة الآن في الرياض ظل مسيطرة عليها وهي موجودة بالمنفى وتريد أن تدير عمل إغاثة بنفس العقلية الحكومية الروتينية يجب شباب عندك طاقات الشباب موجودين عندك المقاومة موجودة عندك منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تسهم وعلى الدولة أن الحكومة أنا أقول لأنه للأسف الشديد أنا فقدنا الأمل بالنسبة للأخص فيما يخص الحكومة لأن الحكومة تركت الآن في عدن كانت لمدة شهر ونصف ولم تستطيع أن تعمل شيء فمن أول هكوم رقعت إلى الرياض وهذا عمل أيضا أن يحبط القهود الإنسانية والإغاثية سواء لمدينة عدن وضواحية أو متاناتق الذي ستتحرر في الشمال إن شاء الله غريبا قبل أن ننهي النقاش سأمر سريعا على بعض الآراء التي وصلتنا والمشاركات من المشاهدين بشأن تطور الأوضاع الميدانية في اليمن محمد الفواز على فيسبوك يقول السيطرة على المخة هي مفتاح الدخول على تعز وتطهيرها والفترة المقبلة بحاجة إلى تنسيق أكبر بين المقاومة والتحالف أحمد اليافعي من جهته يرى أن إيران خسرت المعركة في اليمن وتريد تحقيق مكاسب على الأرض لصالح حلفائها كورقة للتفاوض عليها في جينيف أما ناصر الشمري فيعتقد أن المساعدات الإنسانية والإغاثية هي الأولوية في المرحلة الحالية مع دخول فصل الشتاء خاصة في عدن والمدن المحررة عبد السلام الحمادي على تويتر يقول انتهاكات الحوثيين وصالح لمختلف طوائف الشعب اليمني يجب أن لا تمردون حساب وعلى مجلس الأمن القيام بمسؤولياته تجاه اليمن أخيرا محمد البابلي يتساءل ما إمكانية شن هجوم بري جوي بحري متزامن على المخى من أجل السيطرة على تعز في كلمة اللواء محمد مستقبل ومسار التحرك في مسألة تحرير تعز في جملة إذا سمحت هذا عمل جدا من الصعوبة بمكان الاتخاذ إجراء موحد لفتح جبهة في تعز نظرا لأولا كلنا عارفين الطبيعة الجغرافية لكن أنا أتوقع أنه مع المقاومة من قبل الحوثي وصالح إلا أنها الآن تعطي بوادر السقوط إذا وصلت القوات المقاومة والجيش الوطني إلى اليوم يحرس إلى المناطق التي هي في وسط تعز القصر الجمهوري هذا هو بداية الخلل لذلك أنا أتوقع أنه فقط أيام بسيطة بنفس زخم النيران قوات بحرية نفس زخم النيران قوات جوية نفس المعنوية للمقاومة والجيش الوطني والتكتيك العسكري الذي يجب أن يتغير على التقليدي التقليدي لن يأتها ثمار بسهولة لذلك الاستمرار في الضغط بالنيران سوف إن شاء الله يؤتي بإيجابيات جدا عالية ونراها بإذن الله العليا القدير قريبا وفي أقرب وقت بإذن الله أستاذ لطفي في جملة أيضا هل تعتقد أن العوامل كلها كافية بأن يكون النصر في تعز قريب نعم العامل متكاملة وتكتمل الآن ستكون تحرير تعز سينطلق من القنوب من باب المندب من قاعدة العند التي أصبحت مجاهزة ومجاهزة والأعمال القتالية أيضا من إغلاق ميناء طريق الحديدة إلى المخا الأمور كلها شاب قاهزة لدحر البقايا وفلو الحوثيين موجودين وأنصر صالح في مدينة عز أشكرك إذن أستاذ لطفي اشتار كنت معنا من دبي وكل شكر أيضا لضيفي من الرياض اللواء محمد القبيبان شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار